اهلي ضد لايحة النادي الاهلي ده معناه ان انا حسلم نفسي للاجنة الامبية و لللايحة الزماية ما انا ما قد ماش حال تاني ما انت من النهاردة اما يطلع لك حد جوء النادي يحارب الناس يقول لهم ما تحضرواش الجامعية العمومية ده معنا انك انت بتسلم رئابتك انت ابن النادي قالي بتسلم رئابتك لغيرك وبسلم نفسي للائحة فيها اخطاء لم تدرس جيدا فده امر لمجرد ان انا ايه مجرد ان انا مثلا مختلف مع المجلس على بند يا سيدي البند ده ممكن نتم تعديله في اي وقت ايه المشكلة اذا كان تم التحاور بالضبط اذا كان تم التحاور ده من الاول ده بالنسبة للزماية لكن بالنسبة حتى اللايحتي انا كنادي الاهلي بنقدر بعد كده ان انا نغير اي حاجة هي ليه ليه معقولة معقولة قضية مجلس زارة النادي الاهلي النهاردة انهم يعملوا لايحة عظيمة الناس هتتكلم عليها مستقبلا في تاريخ النادي الاهلي علشان اقصي شخص من الانتخابات معقولة يا جماعة ستزاجة دي معقولة السلبية دي لا كل المجموعة اللي تكلمت ثلاث اشخاص اللي تكلموا مركزين على قصة واحدة لك احنا هنا مش مع او ضد احنا مع الكيان اللي انا بقول له حضرتك عليه اللي هو الالي فوق الجميع فوق مين بقى فوق اللي بيحاول يدعي زيفا انه ان المجلس مثلا بيهاجم ما فيه ناس طلعت قالت لك ان المجلس ده مصلت ناس تشتم الخطيب فيه ناس طلعت زيفا مصرحة صعب جدا ياخد هجوم حتى عكاة محمول خطيب صعب جدا انا اقول له حريك حاجة انا بعمل هنا مطشط زمان بتشرف وكنت امدارد لقاء النادي الالي امام سيمة في انديا افريقية ابتالكوس وكابتال محمول خطيب في هذا اللقاء واحدة من ابدع لقاءاته ومسك طبعا الفرقة التانية المهارات العالية بقى بيبو بيبو ففي واحد حتى مع ضيوفي ذكرتهم ضيوفي الكبار اللي كانوا حاضرين وفي كل حلقة من جيل التنبينينات اقول لهم هو هل كابتال محمول خطيب كان لعيب طبيعي يقولوا لي لا دا هلها دا يعني طولهم دام لعيب مش طبيعي مسك واحد خده ترئيسة يطلع اللي اتخذ الترئيسة وانا العبدالله الفقير اللي ذكرتها عبيدي بليه اللي خد افضل لعيفة افريط اه طبعا خده ترئيسة ويقع على وشه فمهين فقع صعب جدا ان حد ياخد موقف من كابتال محمول خطيب تمام تمام وانا عايز اقول انه ملقابلوا الاهلي فقو الجميع عايزين افكر في بكرة يا جماعة خلونا نبص البكرة مايصحش كده بصر النادي الاهلي بكرة